اشتركوا في القناة اليوم نلتقي وإياكم هنا في تونس حيث تستقبلنا ضيفتنا لتحدثنا عن شغفها بالسينما حب تحول إلى احتراف ومنهم لمسيرة نجاح طويلة جعلتها تصنف كواحدة من أهم صناع ما يعرف بسينما الجنوب ابقوا معنا لتتعرفوا على ضيفتنا اليوم السينمائية والمنتجة التونسية درابو شوشا درابو شكرا جزيلا لإستقبالنا هذا اليوم لتمضيته معك وخاصة للتعرف على هذه المسيرة الطويلة مع السينما التي بدأت بشغف بالسينما كنا نسكنوا في قرية تومعتش قرية ولا تمدينة منوبة كانت فيما الإصلاحية كانت فيما المستشفى ومتاع الأطفال اللي معناها ما عندهمش أب ولا أم كنا نسكنوا غادي خاطر أمي كانت مرجدة اجتماعية وبابا مدير سبيتار مدير المستشفى وكانت فيما قاعة سينما وكنا نمشو العشرة متاع الصباح يوم الأحد يمكن من ذكرياتي كانت نحب ندخل لك سارة لقاعة تكون الظلام وندخل في حكاية أي حكاية وننسى اللي لبرة بدأت من غادي كما ما خممتش أبدا بش نكون نشتغل بالسينما أنا جيت من الأدب ويظهر لي الأدب والصورة ما همش بعض على بعضهم هذا فعلا ما حصل لأنك لم تتواجهي للسينما في دراساتك ولكنك توجهتي للأدب والأدب الأنجليزي في الدراسات الأكاديمية لك مشيت لمدرسة مدرسة صادقية وعدت فيها سبع سنوات مدرسة أولاد قليل وجود البنات وجود البنات فيها وكنت نسرق روحي ساعات نمشي للسينما حتى لو كان أمي وبابا متفتحين السينما لا كفيش بنت تمشي وحدها للسينما لذلك مع أصحابي من المدرسة نمشي ونسرقوا إحنا لوسط البلد ونمشي ونشوفوا أفلام وقعت نحب السينما وباقي ما فكرتش بيش تكون مهدي حبيت نعمل أدب إنجليزي ومن بعد وقت اللي بديت في الجامعة قبل أن نمشي لأجليتيرا كان عندنا أحنا المهرجان نمتعنا العريق أيام قرتاجة سينماية كل سنتين ياخدوا متطوعين اللي يعرفوا اللغات أنا كنت منزلتنا ندرس بيش يترجموا للجنة التحكيم ولا بيش يساعدوا يرافقوا الضيوف يرافقوا الضيوف قلت أنا اشتغلت كمتطوعة في المهرجان ونترجم ونسربوا القهوة ونشوف الأفلام ولكن باقي ما هيش في مخي بيش نخدم إن نشتغل بالسينما وبعد وقت اللي تخلصت من الجامعة بديت نترجم سيناريو سيناريوات للقناة إنجليزية قناة Channel 4 Channel 4 وتعمقت في السيناريو ما غير ما اخترت يعني وباقي حبي للسينما جايم الكتابة وبديت بشوية بشوية هاكم بعد فما منتج اللي يرحموا والناس كل تعرفوا سي أحمد بها ديناعطايا سينة تليفيل يقول لي أقرأ سيناريو هذا وقل لي عجبك ولا لا وقل لي ترجمه لي بديت هاك كالحكاية مع السينما مع المنتج أحمد بها ديناعطايا كانت لديك فرصة حتى لو لم تكن تفكري في في الدخول إلى عالم السينما حتى لو كانت السينما دائماً موجودة في حياتك وكأن هذه المرة السينما أصبحت أمراً واقعاً مهنياً بالنسبة لدرة كنت ندرس بالجامعة وكل وقت الفراغ متاعي نمشي مع سي أحمد بها ديناعطايا وطاني الثيقة ومعناها مش معناها الوقت الليو قولوا لأ هذي أحسن عمهو بشي تبع مية في المية شون قولوا ولكني سمع ووقتها بدينا أنا بديت أول مرة أول فيلم عجبني وكنت قريبة المفيدة لثلاثي والتاوة قريبة لها أول سيناريو أعطي نقراه بتاع صمت القصور صمت القصور عجبني برشا وقلت لها السيدة حمد وقتها قتله السيناريو حلو ياسر لازم لازمك تتنجو قاعد أخذوا رد مبين مفيدة وسيدة أحمد وكنت أنا للمبيناتهم وقتها صورنا في منوبة في دار نعرفها أنا كثير خاطر كان دار جيراننا دار مصمودي يعني تلهيت بكل شيء مع الملابس الملابس الماكياج الديكور يعني ندخل روحي كنت مديرة إنتاج ولكن داخلة في السيناريو يعني هذا ما يعجبني في الإنتاج اللي تدخل في كل شيء مفهوم الإنتاج قبل ندخله أنا بالصفة هذه ما كانش هذا كان اللي همني كان الفيلم ينجح الفيلم يتخدم بلي أنا راه الصالح للفيلم ودخلت في الملابس دخلت في الماكياج دخلت في الدكور وقد خلت في السيناريو ملول مع مفيدة وهذا كان يعجبني كان قاعدت للتمويل برك ولا للعمر ما لكنت نعمل إنتاج مفهوم الإنتاج الناس ما تعرفوش حتى الناس يشتغلوا في المهنة ما يعرفوش معناها شنية مهنة المنتج الناس معديما يقولوا هذي كان خليها هذي كان حكاية الإنتاج حكاية المنتج لا غلط خاصة في العشرة سنوات الأخيرة هذي يجب أن يكون الشغل الاشتراكي المفهومة ذاكا حببني في الإنتاج أما نحب وقولك حاجة أخرى أنا كل حاجة نعملها ما نجمش نعملها فمش حماس درست في الجامعة درست بحماس عملت الترجمة الفورية وترجمة كتابية حتى ينزوجي يقول لي برب ينقص الحماس حطنا الحماس شوية في الدار في المنزل معنا نجم تكون حاجة أخرى مش إنتاج أنا جت عندي حياة أخرى لنعمل المونتاج حابدين القراءة والمونتاج الذي هو قراءة وكتابة ثانية مثل ما يقولون في السينما ديما نرجع للكتابة دائما دائما والمفارقة كانت أيضا أنه في الإنتاج رغم كل هذه الثقة التي منحها إياكي أحمد بهدين عطية رحمة الله عليه كان اختلاف وجهات نظر بالنسبة لفيلم معين الذي جعلك أنت تقتحمين تجربة الإنتاج قريت سيناريو اسمه غدوة نحرق لمحمد بن سماعيل وكان ما أخذ دعم من فرنسا لم يجد دعم في تونس وكلمت عني سي أحمد سي أحمد بهدين عطية قراء قلي ما أثرش عليهم ما عجبوش موينم بالحماس بتاعي ومعي إبراهيم الطايف وقتها وقتها قتلوا على المشروع هذا هو زدحكلي عليه خطر يعرف المخرج وقلنا قلي عيش بنا عملوش شريكة قطلوا زعمة قلي وبدينيها في المنزل متاعي بديني نشتغلوا على الإنتاج متاع غدوة نحرق ومن هناك بدأت الرحلة يعني كيف اللي المهنة فرضت على روحها علي مش أنا مش أنا مش تلها هي اللي جبدتني لها درا حدثتنا عن بدايتك مع الإنتاج السينمائي كيف بدأ صدفة وكيف أنا الإنتاج السينمائي اختارك قبل أن تختاري أنتي فكيف تتم بالنسبة لك اختيار كل السيناريوات التي أنتجتها هو الأغلبية الأفلام اللي أنتجتها ما بدأتش بالسيناريو تبدأ أغلبيةهم بدأت بالفكرة وتكون الكتابة مرحلة أحلى مرحلة كتابة السيناريو المخرج يكتب أول الكتابة الأولى ونرجعوا لها ونعاودوا وكل قطل كتريزة تقعد معها وذي كان عندينا أحسن فترة نجم نتكلم على آخر قبل آخر إنتاج هو متاع نحبك هادي تتكلم على الضعف ضعف ولا الرجل خطر ديما نحكيه عن النساء ديما النساء معناها مظلومين ضحية ضحية وتحسوا فيما ضياع في الشباب متاعنا وحتى حد ما تكلم على الشاب التونسي ولا الشاب العربي خطر ما نحكيهش على الشاب التونسي برك وتكلم على داخليته ضعفه ديما خطر إحنا ديما الرجل العربي يزنوا قوي ويلزموا عزيمة ويلزموا هذا ذاك اللي عجبني أول مرة وقت اللي قدمناه لكي نأخذوا التمويل في فرنسا ظهروا لهم فيلم مكتوب معناها الكتابة متاعه جيدة ولكن ما يحكيش على الثورة خاطر قطيج ما فهموه شمليح خذينا تمويل من بلدان العرب بالكل معناها أفاق وإنجاز وصند ومن تونس ولكن إلا ما شافوا الصور مش وقت تعجبهم الفيلم أما من الأول ترفض في ألمانيا ترفض في فرنسا ترفض خاطر الغرب كل ما يصير حاجة في بلداننا العربية ينتظر صورة نماطية صورة صورة اللي هو يستنى فيها يترقب يترقبها الفيلم ما يحكيش على الثورة اللي صارت عنا بتونس بصفة مباشرة تحدثت درة عن مساواة المعالجة الإنسانية بين الرجل والمرأة في السينما وكم هو مهم أنت الآن درة بوشوشة امرأة أتيت من تكوين أكاديمي مختلف عن السينما وجدت نفسك في الإنتاج السينمائي أحسست يوما أن هذا التحدي خاص لمرأة في هذا الميدان ميدان السينما أم لا حقيقة لا عمري ما حسيت اللي فم فرق كبير ويمكن على هذاك هو اللي خلاني ندخل الإنتاج ما غير ما نخمم على الصعوبات اللي هي مهنة مهنة أكثر الرجال يحترفوها حتى في فرنسا معناها قليل توا تغيرت ولكن على الأول كان أكثر الرجال يعملوها للمهنة هذه حسيت بالصعوبات وقت اللي نعمل أفلام فيها جرأة وقتها يقولوا شوية على خاطر امرأة ولكن حقيقة صعوبات لأنني امرأة في الميدان هذا لا ونجم نقول لك نجم نفاجئك نجم نقول لك اللي على خاطر كنت أول منتجة بخلاف سلمة بكر اللي هي أكثر مخرجة من منتجة نجم نجم نقول سهل سهل العمل المنظور الأبو ولكن كنت شابة صغيرة فكانت كل يريد كلهم يحبوا يعاونوا درة حدثتنا عن دخولك إلى عالم الانتاج وكيف أن السينما اختارك قبل أن تختاري أنت السينما وعن مرحلة الانتاج الأولى مع أول فيلم طويل لك كيف كانت هذه المرحلة الانتاجية وهذه المغامرة السينمائية الجديدة من نسبة لك أيام قرطار السينمائية مهمة في حياتي كما قلت لك بديت كمتطوع مترجمة وبعد كان المبادرة ورشة المشاريع وبعد تكميل وبعد مديرة أيام قرطار السينمائية في 2008 لأعملت في 1992 عملت أكبر سوق 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 الأفلام كان سوق كبير ولكن كنت كيمة في الانتاج للدخل في كل شيء مع سيسي أحمد بهاء دين عطايا وسي فريد بوغدير وطارق بن شعبان كنا نشوفه الأفلام كان فريق صغير ولكن نشوفه نعمل كل شيء جميع فرز الأفلام الرؤية نشتغلوها جميع تعلمت كثير برشة من عند بهاء دين عطايا وفريد بوغدير تعلمنا برشة من مهرجان قرطار وبعد وليت مديرة المهرجان طلب مني الوزير وقتها وزير الثقافة بش نكون قتلوا مهمة كبيرة سعيبة كنت فرحانة ولكن قلت عندي شروط قبل أن نقبل عندي شروط قال لي شنو ما الشروط قلت له نحب الحرية نتعفرز الأفلام ونحبه معنى وقت قال لي عندك الحرية قلت له نحب على ورقة نحب على ورقة قال لي كيفاش ما عندكش ثقة قلت له عندي ثقة ما يحتملت أنت تتغير تمشي أنت ويجي وزير آخر وفعلا صار ذاك قبل المهرجان بشهر يمشي الوزير هذاك ويجي وزير آخر عملنا المبادرة هذه الأولى من 2008 عملنا أول حبينا نحط الشباب التونسي متاع الأفلام القصيرة عملنا لهم مسابقة وطنية وكانت مبادرة حلوة على خاطر تعرفوا منهم برشا شباب اللي عملوا أفلامهم طويلة بعد لنرحب معا بمديرة هذه الدورة السيدة درابوشوشا أحباء السينما ضيوفنا الكرام هذا مهرجانكم يعود مجددا بفضلكم بفضل دعم كل المؤسسات الصديقة وكل المنظمات الدولية فلتكن دورة الوفاء والأفاق الجديدة للسينما العربية والأفريقية 2008 كان مهرجان محترم كانت دورة مهمة جدا وهذه الأيام وهذا المهرجان مهم أيضا بالنسبة لدرابوشوشا كثيرا وكان بوابة أيضا لمشاريع أخرى في حياة درابوشوشا نحن بقول اللي قال اللي كان فما كان نقط لخاتر لأول مرة حتينا التابيغوش وكان فما نقط من خاتر قالوا معناها مهرجان قرتاج ومهرجان معناها عريق ولكن مهرجان قيم ومهرجان ومش جودة أولا وليس للبهرج ومتاع النظال ولكن هو مهرجان معناها فيها نجم تكون فما النظال وفما الخدمة السينما الأفريقي والعربي ولكن تكون فيها رؤية جمالية أيضا جمالية وكل المهرجان التي عملوها معناها كان فما نقط ولكن من وقتها كل دورة كان فيها التابيغوش فما كان النقط ولازم فما النقط وفي 2010 عملت دورة 2010 اللي كانت مهمة زادا خاطر كانت عنا أكثر حرية كان عطاونا ثقة فما كانت أكثر ثقة من نزارة الثقافة وكان عنا حرية ملاجمش أقول حرية الكاملة ولكن فما حرية ومن تلك المرحلة دورة أصبح هذا المهرجان العريق أيام قرداجة سينمائية مهرجانا سنويا لأنك أردت أن ينافس أيضا هذا المهرجان كل المهرجانات الدولية هو كان شرط بش يكون سنويا على خاطر كان يقعد كل سنتين ما يقعدش ينافز لمهرجانات الأخرى حتى مهرجان في العالم كل معناها كل سنتين معناها يلزم هو موعد يكون موعد سنويا للعالم وللجمهور التونسي بش يكون فما فريق يشتغل تيلة السنة على المهرجان دورة حدثتنا عن أيام قرداجة سينمائية ونعرف كم هو مهم لهذه الأيام الدفاع عن السينما العربية والسينما الإفريقية لكن أيضا كان لديك مهمة صعبة أخرى في الدفاع عن هذه السينما ما يعرف بسينما الجنوب أو سينما العالم مع كل الإمكانيات الموجودة لدفع هذه السينما أيضا في ورشات الكتابة المخصصة لهذه السينما كم كانت كم كانت مهمة بالنسبة لك هذه المهمة الصعبة تحكي على كتابة الجنوب تابعا هي بدناها توا 20 سناء وتعدوا علينا كثير من 220 كاتب مخرج من القرى الأفريقية ومصر ولبنان والعالم العربي تعلمنا منهم كثير يعني وتوا ولا ولا معناها عنا كثير معناها برشة برشة يطلبونا بشنا ما نأخذو كان خمسة خمسة مخرجين وعندما كتاب سيناريو ما نأخذو نجموش نأخذو أكثر وعندما شفنا الطلب بكثرة أعملنا ورشة وطنية للمخرجين نتوانسا برك نأخذو ستة وعننا الحظ اللي نشتغلو مع ناس ناس اللي 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 من كبار اللي يخذو في السيناريو درة ما هي أهمية هذه الورشات في تحريك الصداع صناعة السينما في العالم العربي وفي إفريقيا والله ما عنديش الإحصائيات أما نجم نقولك اللي احنا فرحانين برشة على خطر برشة أفلام تعمنوا مشاول المهرجانات كبرى وخرجوا في القاعات السينما في بلدانهم وخرج بلدانهم في لبنان في مصر في البركينا فاسو في السينيجال في غزة في معناها نجم نقولك النسبة أكثر من اللي تعدوا على الموارشات يمكن 60% الأفلام تعملوا ولا خذوا جايزات أحسن سيناريو ترى كنتي في مرحلة ما تؤثرين في صناعة السينما في تونس عن طريق الإنتاج عن طريق المشاركة في أهم تظاهرات السينمائية التونسية وأصبح التأثير عالميا هل هذا يؤثر أيضا على طريقتك في رؤية السينما في قراءة السيناريو يؤثر على اختياراتك السينمائية المقبلة أخدمت في عدة الورشات بتاع الإنتاج معناها كونا منجين اللي هم معروفين توا في العالم العربي ولا الأفريقي وصلتني بش نكون نجلس في لادو سينيما دي مونت ولا صندوق الجنوب اللي هو كان بفرنسا فيه أكثر من مئة بلد معناها الأمريكا الجنوبية إيران الصين معناها ويجيوا الأفلام من كل العالم وبعد ولا ولت العالم الكل فرنسا أمريكيا وقتل نقرأ السيناريوات مهن اللي جايين من من الغرب وإلا جايين من الصين ولا من فما كفاءات كيفاش خطر كتابة السيناريو فيها تقنياتها ولكن اللي نشوف اللي أنا حاولت نحارب عليه ونفسر لهم كرقسة مدة ثلاثة سنوات السندوق هذا سندوق العالمي للأفلام اللي جاي من من العالم العربي فيها أكثر فيها أكثر حاجة جديدة فيها فريشنس معناها اللي اللي ما ترقاهاش ما توجدهاش في الفلام المشاريع متاع الغرب ولكن هم عندهم أكثر التقنية آخر فيلم اللي هو خذال الجايزة الكبرى في كان ونتو سليب لنوري بالجيز سيلون نتفتر أين بارك كنت نحارب عليه يعني في الكولم قالوا سيناريو وإيه ما فماش حاجة ما فماش موتور ما فماش وإيه نقولهم لا هذي اللي يلزموا يدعم يلزموا يدعم وخذال الجايزة الكبرى معناها في كان اللي راه اللي احنا عنا قدرات ولكن ناقصين اللي ينقصنا هو الشهر معناها حاطر كما كنا حكينا الفم الابداع حاجة الابداع واحد ما يوصلش الابداع والشغل مع بعضهم يوصلوا لحاجة احنا عنا عنا قدرات وعنا بداعات ولكن ما عناش احنا ما هوش ما هيش اندستوري ما عناش ينكن في ثقافتنا الشغل من نقتلوش رواحنا بالخدمة يمكن تقول ان شاء الله الجيل الجديد يفهم هدايا يؤمن اكتر بالعمل على خطر المنافسة كبيرة يسر المنافسة كبرى وانت لمستي هذا في صندوق الجنوب وامنت ايضا من اول مشوارك مع السينما ان العمل الاستراتيجية هو الذي يصنع ايضا النجاح نجاحا اصبح عالميا بفضل ترأسك لصندوق الجنوب لكن ايضا بفضل مشاركتك في عدة مهرجنا الدولية ايضا الافلام التي تتحصل على جوائز تحدثتنا عن فيلم هادي كيف رفض في شراكة في المانيا واخذ الدبل في الضي ايضا في مهرجان برلين السينمائي كيف عشتي درة كل هذا الاشعاع العالمي انت التي قتيتي من اكاديميا من التدريس الانجليزية حربتي من اجل افكارك حربتي من اجل اول فيلم اخترته كيف عشتي كل هذا النجاح العالمي والله فرحت برشا 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 الناس كل يفهموها في العالم العربي برشا من تونس ام ثرى لتجيب لتجيب في سلو بير فا بست أكتر ماجد مستورا وفا về بمحمد بن عطية محمد بن عطية محمد بن عطية انا شا gefاكرا محمد بن عطية باش تكون تقرأ السينما باش تمجح ولا تقرأ حاجة اخرى المفروض اللي انتي كفى عندك عندك حماس وحب لحاجة وتمن بيها توصل لحاجة اشتركوا في القناة